ترجمة نانسي قنقر مشاركات بحرينية في مختلف المحافل الدولية وجهود داؤبة تمثل مملكة البحرين حكومة وشعبا خير تمثيل بدعم لا محدود من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وحرص ومتبعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فمن ايطاليا واصل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي نجحته وتميزه وتوجه بلقب بطولة منتلسينو الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 كم وإلى القاهرة حيث شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي في أعمال المؤتمر الثالث وثلاثين الطارئ لاتحاد البرلماني العربي ومن القاهرة إلى جبال أورال الفاصلة بين آسيا وأوروبا شارك رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مؤتمر القمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشر روسيا العالم الإسلامي قمة قازان الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام من قبل قوغة بلغاريا وفي سويسرا شارك وفد بحريني رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 في مدينة دافوس حيث تهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لمملكة البحرين أمام قطاع الأعمال الدولي إلى جانب ما أطلقته المملكة من مبادرات ومشاريع اقتصادية ضمن خطة التعافي الاقتصادي وفي المملكة المتحدة اجتمع وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بعد من المسؤولين في قطاع التعليم لبحث استكمال مجالات التعاون مع مؤسسة التعليم العالي في مملكة البحرين وفي جينيف كانت سعادته وزيرة الصحة قد ترأست وفد مملكة البحرين المشاركي في أعمال الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية حيث أكدت في بيان مملكة البحرين أن الصحة والسلام وجهاني لعملة واحدة وإلى الرياض ترأست وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفد مملكة البحرين المشاركي في اجتماع الدورة العالية الأولى لعام 2022 للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وفي نيويورك شارك الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن برنامج ختام أعمال منتداء استراض الهجرة الدولي فخلال أسبوع واحد توزع فريق البحرين في الرقعة الجغرافية للعالم المتسع واجتمع على أهداف واحدة في مختلف العواصم والمدن لاستعراض تجارب مملكة البحرين الناجحة في المجالات كافة ليؤكد ذلك حضور مملكة البحرين الفاعلي واللافت في مختلف المحافل الخليجية والإقليمية والدولية